بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل التحية والإكرام على سيدنا محمد وعلى آله وطحبه أجمعين بعد إذي بدأ أشكر منصة أريد الدولية ممثلة بمؤسسها ورئيسها التنفيذي وهيئاتها وأعضائها الكرام وأشكر مدير احتفالية إطلاق معجم منصة أريد الدولية ورئيس فريق العمل على دعوته لي بالمشاركة للحديث في هذا اللقاء والذي جمعني بأساتذة كبار حقيقة هم كبار ومن العيار الثقيل وأود أن أشكر السادة الحضور الذين يزهوا بهم هذا اللقاء حقيقة في حضرة العمل الدؤوب لا صوت أبلغ من صوت الإنجاز لا شيء يضاهي لذة الإنجاز تلك اللحظة التي نقطف فيها ثمار الجهد تلك اللحظة التي ننسى فيها كل تعب بذلناه في سبيل الوصول إليها لا أخفيكم أنه كان حملا ثقيلا على عاتقي ذلك اليوم الذي كلفني فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق بالحديث عن المعجم لأن أصعب اللحظات على المرء هي تلك التي تعجز فيها الحروف عن وصف ما بداخله من مشاعر حاولت أن أنظر إلى هذا العمل من زوايا عديدة ربما سأعرج مختصرا في هذه الكلمة ومختصرا على بعض الزوايا أعرضها في سبع رسائل قصيرة أولا حقيقة رأيت أن هذا العمل أو أن هذا الإنجاز تميز بأن الذي قام على عدده وتولى رعايته مؤسسة علمية مرموقة وهذه الميزة أخرجت العمل من الفردية وما فيها من ادعاء السبق والريادة والارتجالية إلى التعاونية والروح الجماعية ومنصة أريد الدولية إذ تقدم هذا العمل فأنها تمضي قدما في إنتاج مشاريع حقيقية نابعة عن دراسة معمقة للإحتياجات العلمية وإذا كان العبور يحتاج إلى زورق فالجهات الداعمة لهذا المعجم هم زراع المعروف والزورق الذي أعاد إخضرار هذا الحق المعرفي في المجال المعجمي لقد جاء هذا المعجم برعاية جامعات ومنصات ومحافل ووقفيات وأكاديميات وبوابات معرفية إذن هو عمل مؤسسي منظم وممنهج مبني على خطة مدروسة ورؤية واضحة فالعمل المؤسسي هو حقيقة عنوان هذه المرحلة مثالة ثانية أعتقد أن المكتبة العربية التربوية كانت متعطشة لمعجم موسوعي متخصص في المصطلحات التربوية والنفسية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة فتبرز أهمية هذا المعجم من أهمية الفئة التي تناولها وهذه الفئة من الناس ذوي الاحتياجات الخاصة يستحقون منه كل الدعم والمؤازرة والمساندة والمساعدة وهم أصحاب الهمم وقد قدم هؤلاء إبداعات تقهر الإعاقة وتعلوا القمم وأثبتوا حضورهم الفاعل والبارز في المجتمع واستظلام العينين وانسداد الأذنين وتعطل الأطراف والقدمين إن اهتمام منصة أريد بهذه الفئة يؤكد سمو هذه المنصة وإنسانيتها ولهذا فقد خصصت وسام التحدي لهذه الفئة في سياق إذكاء روح التنافس بينهم وتحفيزهم على تخط المعيقات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم احتضانا منها للإبداع وتشجيعا منها نحو التقدم للأمام ودعما لمهاراتهم واهتماما بمواهبهم وتمكينا لهم في العطاء هذا المعجم هو التعبير حقيقي عن هذا التمكين والاحتضان والدمج على أن حديثي هذا لا يختصر على ذو الإعاقة الجسدية أو العقلية أن مفهوم ذو الاحتياجات الخاصة كما تعلمون أيها السادات أيها السادة يضم هذا المفهوم المتفوقين والمبدعين والموهوبين فهؤلاء قدموا للبشرية إبداعات يتصاغر المرء أمام دهشتها وعظمتها وما الطائرة والكهرباء والحاسوب والتكنولوجيا عنا ببعيدة وإذا كنا ألفنا تلك المخترعات والمنجزات علينا أن ننظر إليها بعين أخرى غير عين الألفة حتى لا نقع في العتاب الذي عاتب الله به قريشا عندما ألفت النعمة فقال تعالى لإلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف رسالة ثالثة من الذهاب إلى هذه المساحة مساحة المعجمية تحديدا أمر في غاية الأهمية والضرورة ذلك أن علم المصطلح علم متطور ولا يقف جامدا عند زمن معين فالمصطلح مفتاح العلو وأداته الرئيسة وأبجدية المعارف وعماد قوامها المصطلح هو الذي يميز علما عن آخر فلكل علم من العلوم جهازه المصطلحي الخاص به ولا يتصور قيام علم من غير مصطلحات تخصه ويتميز بها متعاطوه فأهمية هذا المعجم تنبع من أهمية المصطلح نفسه فهو يمثل الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار فإذا مضطرب ضبط الوعاء أو اختلت دلالته التعبيرية أو تميعت معطياته اختل البناء الفكري ذاته واهتزت قيمته في الأذهان فضبط المفاهيم والمصطلحات ليس من قبيل الإجراء الشكلي أو التبادل المصطنع بقدر ما هو عملية تمسو صلب المضمون وتتعدى أبعادها إلى نتائج منهجية وعلمية الرسالة الرابعة هذا المعجم يقدم تحديدات دقيقة لما تعنيه ألفاظ المشتغلين بحقل التربية الخاصة حيث يشكل مرجعية موحدة في التعامل مع المفاهيم والمصطلحات ويجنبهم فوضى المصطلح ولعل المصطلحات التربوية لم تسلم من هذا الاضطراب والفوضى وذلك لأنها أخذت تصوراتها من حقول معرفية متباينة وخلفيات فلسفية متعددة لا أخفيكم أنني أعاني كأستاذ جامعي من أن مصطلحات التربية ومفاهيمها أصبحت زائغا معرفيا حتى غدا في مؤسساتنا التعلم هو التعليم والاستراتيجية هي الطريقة والمنهاج هو الكتاب والحضارة هي الثقافة والمواطنة هي الهوية والعلم هو المعرفة والهدف هو النتاج والوسيلة هي الإسلوب وهكذا وباتت المصطلحات في فضاء من الإنفلات ولم يعد الأساتذة قادرين على مواجهة البلبلة المصطلحية ولم يعد الطالب قادر على تقريب المصطلح على ظهره أو بطنه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخجر كل هذا أدى إلى التعامل السادج العشوائي مع المصطلح التربوي وأسهم في تشفير بل تلغيز الخطاب التربوي وأصبحت المفاهيم والمصطلحات تشكل عقب كأود في وجه الباحث والدارس ربما أعزو بعضا من هذه الفوضى التي صاحبت الاستعمال العربي للمصطلح التربوي هو حداثة المجال التربوي بشكل عام وحداثة بعض علومه بشكل خاص وهذا يقودنا إلى سؤال جوهري وأساسي وهو هل نحن بحاجة لمعجم خاص بدو الاحتياجات الخاصة الجواب نعم وهو ما حدث فقد فصلت التعريفات في هذا المعجم على قدود المفاهيم والمصطلحات دون زيادة مملة أو نقص مخل فبعض المعاجم تخلط بين الشرح والتفسير والتريف فباتت قصرة عن الإدلاء بالتعبير اللغوي المناسب والدقيق للمصطلح الغربي حتى شاعت بين أيدي الباحثين والأساتذة عدد من الترجمات لمصطلح واحد فكل يغني على ليلى وكل باحث يأخذ بالترجمة التي تناسب ذوقه أو قل تناسب منهجه أو قل تناسب فهمه وإدراكه هنا في هذا المعجم تم تقديم تعريف محدد ودقيق وشامل لكل مصطلح بما يعطي للقارئ فكرة واضحة فلا مجال للتداخل أو الاشتباك أو الإشكال أو اللبس أو الانقطاع أو الانفصال وكل هذا ساعد على ضبط كثير من المصطلحات العامة والمعربة منها خاصة بالشكل حرصا على صحة نطقه ودقة أدائه كما أسندت كل مفردة بعكاز من اللغة الأجنبية وآخر من اللغة الفرنسية حرصا على عمومية المفهوم وعبوره الحضاري هذا هو الأسهمة كل هذا بتشكيل بلورة رؤية مصطلحية عربية أصيلة في هذا المجال رسالة الخامسة إن المصطلحات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ليست جزيرة منفصلة عن التربية وعلم النفس لذلك اتسم هذا المعجم بشمول هناك مصطلحات تربوية تريد في المعجم تتقاطع مع حقل المناهج والتدريس والإدارة والأصول وعلم النفس والإرشاد وكذلك مع علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وهذا من شأن أن يوسع دائرة الفئات المستفيدة من هذا المعجم حيث يفيد الباحث في حقول العلوم التربوية بحثا وتأليفا كما يفيد الأساتذة ويزود الدارسين بمصطلحات محددة الدلالة في أثناء الحوارات والمناقشات الصفية والعلمية كما يفيد العاملين في مراكز التربية الخاصة على اختلاف أسمائها وأشكالها ومستوياتها لسيما وأنه سهل الاستخدام حيث تم ترتيب المعجب حسب الحروف الهجائية والألفباء تادسا أعتقد أن الحد والتصدي لإنتاج مرجع كبير ليس عمرا سهلا فهذا النوع من التأليف يتطلب معرفة واسعة ومهارات دقيقة وقيم عميقة أما المعرفة الواسعة فإن المعجم يمثل موسوعة معرفية ضخمة لا تبقي ولا تذر فقد حوى هذا المعجم على أكثر من ألف ستمائة مفردة وهو يشي بالاستقصاء الواسع والكبير في هذا الحق أما المهارات الدقيقة فإن المعجم يتطلب العودة إلى أمات الكتب في هذا المجال من جمع وتصنيف وترجمة وتعريب واختصار ومواءمة ثقافية واجتماعية أما القيم العميقة فإن المعجم يتطلب الأنات والحلم والمثابرة والصبر والمصابرة والرباط على ثغور المعرفة والإخلاص والكفاح من أجل الدقة وهذا ما حدث فعلا من الرسالة السابعة والأخيرة فلا أخفيكم أنه تلح علي من آن لآخر مقولة العقول الكبيرة تنشغل بالأفكار والعقول المتوسطة تنشغل بالأحداث والعقول الصغيرة تنشغل بالأشخاص فأنامكم في تخمين عدد العقول الصغيرة في الوطن العربي ثم يغلبني النوم فأنام لكنني ذات يوم استيقظت مسرورا بوجود هذه الكوكبة من العقول الكبيرة الأساتذ الكبار الذين شاركوا في إعداد هذا العمل من كل حدب وصوب من جميع الأقطار العربية ما يميز هذا العمل الفريق البحثي الذي قام على إعداده وهم كوكبة من العلماء الأجلاء والأساتذ الفضلاء والباحثين الخبراء هم الضمير المتصل في هذا الجهد ثم أنهم هم ضمير الشأن الذي ترفع له القبعات وددت لو أنني أنفردوا بتحيتهم فردا فردا وذاتا ذاتا حبا واحتراما إجلالا وتقديرا غير أنني لا أرى سوى أوطانهم التي انتظمت كحبات العقل وأنتم الخيط الذهبي الذي يشد تلك الدرر وأنتم حينئذ رسل المعرفة حي الله من في المعجم حلوا لهم في القلب مرتحل وحلوا خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيث ما ساروا وهلوا في أعضاء هذا الفريق كرام ما يشبه الورد من عطر ونضرة ورقة ونمو وعطاء وشفاء وقبول وألفة وليسمح لي أستاذنا الحبيب الدكتور عبد الرازق مختار رئيس هذا الفريق وعن السمكة التي تغرق في حضرة بحره أن أخصه بشكر رغم عدم رغبته في الإطراء إلا أنني سأقول تكريسا لقيم الامتنان التي غابت أو كادت عاطر التحايا ممزوجة بفيض الاحترام لذلك الذي لا يفتأ في كل حين يستودع المنصة والجامعة والبحث والتأليف والتربية والتعليم والطلبة همومه المتصاعدة وأثقال روحه سيدي لقد كتمت الحب تكريما له وفي لحظة باحت به الأطيار قبل الختام قد استرسلت في الحديث وأطلت الشرح وكررت العبارات ولكن بقي الشعور مختلفا تماما عن الكلمات بقيت الكلمات في حيرة من أمرها عاجزة عن الشكر والتقدير وفيض المشاعر شكرا لكم جميعا على حضور هذه الاحتفالية التي غدت أمسية بنكهة الحب الذي لا تنتهي صلاحيته بكم يزهو هذا الفضاء وتكتمل الرواية وهكذا تمر الريح أغنية طليعة وعلى فمي تضع الحروف صغارها وتغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر